قبل أن تجني منهم مئات الآلاف من الأموال مقابل تذاكر مزيفة اختفت إلى المجهول صدمة في النجف بعد تعرض بعض المواطنين فيها إلى النصب والاحتيال من قبل إحدى شركات السفر الوهمية التي خدع الضحايا بعروض سفر منخفضة التكاليف ثم سارقت أموالهم الكثير من الشركات الوهمية قامت باستغلال المواطن من حيث قطع التذاكر بصورة غير رسمية لأن هذه الشركات شركات وهمية يرجع هذا إلى عدم الرقابة من قبل الأمن السياحي ومن قبل الشركة العامة لنقل المسافرين وكذلك الشركة العامة لخطوط جوية العراقية وكذلك تم استغلاله من حيث الدولار بحيث يأخذون المستمسكات من المواطن وينطوا فترة ويستغلون هذه المستمسكات بصرف الدولار على 132 اليوم أنا كمواطن أريد أن أسافر أكيد أغلب الذين يسافرون لو أعدها عمل لو أعدها مريض أنا اليوم من أعدها مريضة أو أعدها عمل أريد أن أسافر وأجي إلى المطار وألقى أن هذه الفيزة التي أخذها أنا مرسمية مزورة ستسبب لي ضرر بتأكيد ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها النجفيون إلى الاحتيال عن طريق شركات سفر وهمية لكن هذه المرة هي الأكبر وأثارت العديد من التساؤلات عن دور الأجهزة الأمنية المختصة لا سيما الأمن السياحي في رصد ومتابعة الشركات المزيفة تبقى كل الوهم عند البعض ممن تدنا نفسه في وهم الناس من أجل الحصول على أموال من أجل الحصول على استثمارات ووجدنا بين فترة وأخرى هناك أسماء لشركات لمشاريع استثمارية لعناوين ما أنزل الله بها من السلطان تظهر بين فترة وأخرى من أجل خداع الناس الأمن السياحي يظهر مرة ويختفي مرات على الأجهزة الرقابية كالأمن السياحي متابعة هكذا شركات في بعض الأحيان تكون شركة يفتح المحل وعنوان كبير بلافتة كبيرة وهو بالعام 156 يستطيع أن يخدع الناس ويأخذ المبالغ المترتبة على قطع التذاكر من المواطن أصحاب شركات السياحة الرسمية لا يخفون مخاوفهم من تأثرهم من عمليات أعمال النصب والإحتيال على عملهم والتي وصفوها بالممنهجة التي تؤثر على مجمل القطاع السياحي في المحافظة من النجف والعالطيث زاق راستيلي ترجمة نانسي قنقر